يجب أن نتجاوز في قطاع التكوين والتعليم المهنيين الطريقة الكلاسيكية في تسير المؤسسات التكوينية سواء كانت معاهد أو مراكز نحن الآن أمام شراكة أجنبية الشراكة الأجنبية تحتاج مننا هذا التوجه تحتاج مننا إلى ما يسمى به مراكز الامتياز ونحن لدينا تجربة في هذا في تجربة مع شركة ألمانية وهي شنيدر الآن لدينا تجربة مع شركة مؤسسة محترمة وهي مؤسسة هواوي في الاتصالات الآن عدنا أيضا شراكة مع مؤسسات صينية وفي المستقبل الأيام هذه ستكون لدينا مع مؤسسات كوريا الجنوبية وأيضا مع مؤسسات لصناعة سيارات مثل فياتف فهذه المؤسسات الاقتصادية وغيرها المؤسسة القطرية التي رأيها الآن تستثمر في مجال الفلاحة في صحرائنا الكبيرة هذه المؤسسات تحتاج أيضا مننا إلى أننا لا بد أن نغير من نمط تسيير مؤسسات التكوينية باستحداث ما يسمى بمراكز الامتياز